على فكرة قدرات الشباب دي تحديداً يا سيد مصطفى لأن في الحقيقة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وجوده أحيى فكرة العمل التطوعي ده صحيح أعاد من مرة أو أعاد زياغة مفهوم العمل التطوعي لدى الشباب تحديداً بعد غياب استمر وتراجع لأكثر من منكلم في عشرات السنوات ده صحيح ولكن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان بمثابة قبلة حياة أيضاً لدور المجتمع المدني كشريك أساسي وفاعل مع الدولة للنهوض بالأثر الأكثر احتياجاً تحديداً لأننا بنتكلم على 34 جمعية تنموية وكينات تنموية وخيرية بتعمل في أكثر من 27 محافظة ساعات ما بيبقاش عندنا طرق نقيز بها ردود الأفعال أو عندنا قياسات حقيقية بالأرقام لما بنبقى عاملين حاجة ومش عارفين نشوف المردود بتاعها لكن أعتقد من أكثر الحاجات اللي بيبان فيها المردود العمل التنموي إحنا شايفين في التقرير الناس إزاي مستقبلة الناس بتوع التحالف والناس بتتعامل إزاي اللي بتسامأ أهلين طيبين وهم وقفين بيستلموا المراكب الشكل مختلف الفرحة والإحساس بأنهم عندهم القدرة الإنتاجية وأنهم من فئات عمرية مختلفة وقدرين يقدموا لسه وعايزين يشتغلوا والتحالف دعموا ده كلام مصبوط فعلا إحنا بدأنا المبادرة الأخيرة اللي حاجة وشفتوها في أسوان مبادرة مراكب الرزق بننصق معاية صاروة السماكية مع وزارة التضامن مع كمان باقي شركاءنا داخل كل محافظة صحيح هناك بيبقى يعني زي شيخ للصيدين في كل مكان بيبقى عنده القدرة والمعلومات الكافية مين يمتلك مركب مين مركبه تهالك مين بيشتغل عند الآخر وبالتالي بيكون داخله بسيط جدا وهي دي مهنة وقبن عن جد فبعدنا ندرس على مستوى الجمهورية إلى أماكن المستهدفة فبعدنا نستهدف أسوان لقصر إنا ده أهلية الغربية كل أماكن تشتغل على البحيرات أو على البحر الأحمر أو البحر المتوسط أو النيل ونبدأ نعمل توعية كبيرة جدا ليهم إمتى يوقفوا الصيد عشان ده كمان بيغزي زرير السمك وبنبدأ كمان ندي لهم بدل في فترة الوقف وزارة تضامن بتبدأ تخصص لهم مبالغ الشرق هو فكرة التعويد أنا مش بس وقفتك لأ أنا عوضتك هو ممكن يقف عن الصيد في المنطقة ده عشان إحنا فيه زرير السمك في المنطقة بنبدأ نغزيها من خلال هيئة صورة السمكية ففيه تناسق جهود ده لسه احنا بنعمله كمان إن شاء الله في القصر الفترة اللي جاية مع وزارة التضامن هنشتغل على 400 مركب بخسلمنا حتى الآن حوالي 500 مركب آخرين الوزارة كمان شغالة في مع سندوت أحيان مصرف أكتر من نشاط في هذا المبادرة أو المبادرة أخرى اسمها برأمان عشان خاطر يكون دعم لبعض الصغار الصيدين بأدوات الصيد طورنا الفكرة شوي مصطفى أنا